اهلا بكم انا الدكتور احمد وفي الفيديو ده عايزين نعرف مع بعض ايه علاقة اللبن بما يسمى الميتابوليك سندروم او متلازمة الحرق اللي هي مقاومة الانسولين وارتفاع الضغط والاصابة من مرض السكر والسمنة وهكذا فعايزين نعرف الاجابة على بعض الاسئلة زي ايه هل لما بشرب اللبن بيقدي الى ان السكر في الدم والانسولين يرتفعوا هل لما بشرب اللبن ده هيخليني وزني زيد واصاب بالسمنة هل لما بشرب اللبن ماينفعش امشي على كيتو دايت وي لو كرب يعني اللي ماشي على لو كرب وكيتو دايت ماينفعش يشرب لبن هل الناس اللي عندها مرض السكر ماينفعش تشرب لبن خليها ينفهم تغذية ونعرف اجابة الاسئلة دي مع بعض حالا قبل ما اتكلم على علاقة اللبن بمقاومة الانسولين او الميتابوليك سندروم زي ما قلنا عايز اقول لحضراتكم ان انا ان شاء الله مقطة ان انا اعمل سلسلة من الفيديوهات اللي بتتكلم على علاقة اللبن بمجموعة من الامراض ومجموعة الاضرار اللي منتشرة جدا على الانترنت بكسافة بقالها كزا سنة ان اللبن بيسبب مشاكل كتير جدا 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 فمبدئيا كده ان شاء الله في فيديوهات قادمة هنتكلم على علاقة اللبن بحساسية اللاكتوز وحساسية اللاكتوز ومشاكلها ايه بالزبط معنا هنتكلم على علاقة اللبن وبروتين الكازين اللي موجود فيه واتهام وان هو بيعمل مشاكل صحية كتير هنتكلم على اللبن وحمودة المعدة هل بيقص على حمودة المعدة ولا لا وهكذا هنتكلم ان شاء الله قدام حضراتك ودي الموضوعات هنتكلم عليها مبدئيا وان شاء الله يبقى فيه موضوعات اخرى تبعا طيب ايه حكاية بقى اللبن وقاومة الانسولين او متلازمة الحرق زي ما بنقول طيب عشان نعرف بس قبل ما اقولكو اي حاجة الحقيقة بعد ما هنشوف الابحاث جميعها الموثقة الاساسية في هذا المجال المنشورة من اكبر جماعات العالم زي ما هنشوف مع بعض والمنشورة في جميع المجالات العلمية المرموقة المتخصصة في النوتريشن والميتابوليزم اكدت ان اللبن خد المفاجأة بقى مش بس ما بيرفعش من سكر الدم ولا بيسبب السمنة لا ده اللبن بيحمي من مخاطرة الاصابة بمرض السكر ومن الاصابة بالسمنة تخيلوا بقى ان القصة بالعكس طيب خلينا نفك القصة دي مع بعض ونشوف مع بعضنا كده ازاي الحكاية دي بتحصل عشان نقدر نقرر اي نوع من انواع الاغذية ليه علاقة بانه بيرفع مرض السكر او لا كلنا عارفين حاجة بنسميها او مؤشر سكر الدم ايه الجليسيميك اندس ده بيقيس بسرعة كده سريعا وحبقى نعمل ان شاء الله فيديو عنه مخصوص هو او حاجة اسمها وحاجة اسمها الانسولين اندكس وهكذا هنتكلم عليهم بعض كده لكن سريعا كده الجليسيميك اندكس ده او مؤشر سكر الدم ده بيقيس ايه بيقيس قد إيه الاكل اللي انا باكله خصوصا اللي فيه كاربوهيدرات بيرفع سكر الدم بعد تناول الوجبة اللي فيها الاكل ده وبناء عليه بنقسم الأغذية لأغذية مرتفعة مؤشرة السكر الدم وده بيكون لها جليسيميك اندكس عالي أعلى من 55 يعني أعلى من 55 الجولوكوز عشان أنا بقيس عن الجولوكوز لو سكر الدم ده 100% السكروز اللي أنا بقضه اللي هو السكر اللي بحطه في الشاي والقهوه هكذا ده 70% جليسيميك اندكس بعد كده العلماء قسموا قالك لو الغذاء اللي انت بتاكله فيه كربوهيدريت 55 فيما فوق فده بيصنب على انه غذاء عالي الجليسيميك اندكس يعني ايه يعني اول ما بتاكله في الوجبة بيرفع ببشرة سكر الدم وبناء عليه يرفع معه كمان الانسولان طيب اما الاقل من 55 فدي بنقول عليها اغذية متوسطة فاقل في الجليسيميك اندكس بتاعها او في رفع السكر الدم وبناء عليه الانسولان لان الانسولان بيرتفع ليه زي ما عرفنا في الحلقة القبل كده يا ريت حضراتكم تشوفوها موجودها تحت في الرابط بتاعها موجود تحت في التعليقات اللي هي مقاومة الانسولين وتفاصيلها ان السكر اول ما بيخش الدم الانسولين بيفرز من الكلاس عشان يعمل عملية التحليل بتاعته ويدخلو في الخلايا زي ما عرفنا قبل كده طيب عارفين بقى اللبن بتاعنا كامل الدسم ليه جليسيميك اندكس كام؟ خدوا المفاجأة سبعة وعشرين سبعة وعشرين يعني ايه سبعة وعشرين؟ يعني بيصنف على انه من الاغذية منخفضت الجليسيميك اندكس او مؤشر سكر الدم اللبن الفرز اعلى سنة بسيطة اتنين وتلاتين عشان كده دايما بنقول ايه الابحاس الجديدة اثبتت ان اللبن كامل الدسم افضل في الشرب من اللبن خالي الدسم يبقى اللبن بتاعنا الكامل الدسم ده بيصنف على انه من الاغذية منخفضت الجليسيميك اندكس التي لا ترفع سكر الدم مباشرة طيب ليه؟ هو اللبن ده ما فهوش سكر؟ لا فيه سكر فيه كاربوهيدريت اللي انا كلنا عارفينها اللي هو بنسميه سكر اللاكتوس طيب ليه ما بيرفعش؟ اولا لازم تبقى عارف ان كمية السكر او اللاكتوس في اللبن ما هياش كمية كبيرة يعني ايه؟ يعني اللبن البقري بيبقى فيه من اربعة ونص لخمسة الا شوية او اقصى حاجة خمسة في المية اللاكتوس اللبن الجاموسي اعلى سنة من اللبن البقري ممكن نقوله خمسة في المية كلام ده معناه ايه؟ ان انت لو اخدت كباية ميت ميلي من اللبن مثلا اقصى حاجة هيكون فيها اربعة ونص جرام سكر سكر ايه؟ سكر لاكتوس طيب كويس جدا اذا رقم واحد ان كمية السكر اصلا فيه منخفضة رقم اثنين اللاكتوس اصلا بيصنف زي ما هاري حضراتكم كده ان شاء الله في المراجع ان هو من السكريات منخفضة يعني ما هواش زي السكروز ولا زي السكروز بتاعنا اللي حب ناخده فيه الشاي والقهوة طيب بيبقى عرفنا ان كميته رقم واحد قليلة رقم اثنين ان هو من السكريات مصنفة عن نونجليساميك اندس بتاعه منخفض رقم ثلاثة ودي الاهم بكتير ان اللبن يا جماعة تركيبه معقد جدا من البروتينات والدهن واملاح ومعاهم الايه؟ اللاكتوس القصة دي بتبقى جوا اللبن مش كل واحد الواحد ولا قدم بيبقوا مع بعض وبناعنا عليه لما بشرب اللبن اللبن بيكون جوا زي بنقوله الجلي يعني ايه زي بالجابن عارف انت ما فنسخ اللبن بالجابن اول بينزل المعدة على طول بيتعرض لحمض المعدة فبيحصل له حاجة اسمه كو ايجليوشن اول ان هو بالجابن ويبقى عمز الخسرة ويبدأ بعاكي الخسرة دي تتفكك حتى حتى فبيبدأ سكر اللاكتوس يخرج من التجابن ده او من اللبن اللي فداية هضمه ده بالتدريج يعني بيقولوا ان احنا بنقول ايه كده في لغة التغذية ان وجود الكازين اللي هو بروتين اللبن والدهن بتاع اللبن بيعملوا بافارينج ليه ان ما بيخلوش اللاكتوس يخرج للدم مباشرة عكس انا لو كالت سكر او شربت حاجة فيها سكر مكرر على طول اول ما بشرب ده سكر ناكي بروح على طول داخل في الدم ويرفع الايه الانسولين انما اللاكتوس ما هواش كده وجوده مع البروتين والدهن بيقلل جدا 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 من سرعة دخوله للدم البنائنا عليه بيخرج حبة 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 فيما بيطلعش مرة واحدة الانسولين ولذلك كل لبون 27 جدا جانبية لانه لم يطلعش الاكتوس أ千発 مرة واحدة طيب دي حاجة الثانية يبقى عرفنا ثلاثة اسباب ما بيخلوش علمي 2011 انا ابنتاج حكوا التفسير العلمي لسا هتشوف بقى العاشس قالت ايه بالتفصيل ولكن التفسير العلمي ان الثلاثة أسباب دول هم اللي بيخلو اللبن مصنف من الآغذية منخفضت الاجتماس كتابة في كمصر اللي طهق وحاجات كتير جدا يمكن نبنعمل عنها فيديو نتكلم معنا بالتفصيل يبقى مفيد جدا رقم واحد للمخ والاعصاب والميموري بتاعتنا او الزاكرة رقم اتنين انه بيعتبر من اهم وافضل ما نسميه بالبري بايوتيك اكيد حالكو سمعتو عن البري بايوتيك دي يعني ايه بري بايوتيك دي اه اخزية لما باكلها بتنشط البكتيريا النفعة اللي عندنا في جسمنا في الامعاء عندنا بيتنشطها ودي مهمة جدا جدا لاني دي البكتيريا النفعة طبعا مش اي بكتيريا اللي هي البكتيريا النفعة المقول الغذاء ده بري بايوتيك يعني ايه بري بايوتيك يعني ايه يعني بينشط البكتيريا النفعة في الجسم عندنا والبكتيريا النفعة دي لها دور مهم جدا 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 في الحفاظة على الصحة ويمكن ان شاء الله او اكيد هنتكلم عليها بالتفصيل بعد كده يبقى الجالكتوز لو انت مشربتش لبن بتحرم نفسك ملكة صحيحة وموجود في بعض المصادر الاخرى واكسرها انتشارا واحسنها ان انت تاخد مصدر الجالكتوز بتاعك منه لان زي ما قلنا كده هو مهم في المخ ومهم في ان هو بري بايوتيكي يبقى اللبن عرفنا ليه ما بيرفعش طيب يا طرى بقى الابحاث قالت ايه هقلوكو الملخص كده الاول وبعدين هاخد حضراتكو في جولة على اللابتوب علشان اوري حضراتكو كم الابحاث ايه لقيه عن اللبن وعلاقته بيه الميتابوليك سندروم او السمنة والسكر وهكذا دايما بيبقى فيه دراسات يا جماعة بنسميها دراسة زي كده بتعمل حاجة اسمها متى اناليس يعني دراسة تجميعية يعني بتروح لما كده مجموعة من الابحاث اللي طلعت في مجال معين وتبدأ تحللها بالتفصيل زي ما هالي حضراتكو على اللابتوب وتطلع منها كونكلوجين او استنتاج عام عشان ياخدوا قرار في بعض المؤسسات التابعة زي الاف دي ايه وزي هيئة الاغذية بتاعت الاتحاد الاوروبي بياخدوا قرار بناء على الدراسات المجمعة دي اللي هي بتاخد جميع الدراسات او اغلب الدراسات المشهورة اللي في مجلات علمية مرموقة ونتجة من جامعات علمية مرموقة وتحللها وتطلع منها النتائج نهائية قارات فالمجلات الادراسات الكبيرة اللي حبوها عليها الميتالاناليس دي وصلت لايه جامعها بدرجات مختلفة يعني هقولوك عن درجات مختلفة وصلت ان رقم واحد شرب اللبن كامل الدسم بيقلل من اصابة المخاطرة بالسكر بنسبة 11% كمان شرب اكل اللبن الزبادي الزبادي بتاعنا ده باستمرار بيقلل من مخاطرة ان انت تصاب بمرض السكر اللي هو من اللي هو النوع التاني من السكر بنسبة 17% ايه كمان يعني قالك ايه الخلاصة قالك انت لو شربت كوباية لبن 200 ميلي في اليوم ده هيقلل بمخاطرة اصابتك بمرض السكر بنسبة 3% كلام ده جماعة مش اراء كلام ده دراسات اللي هي الكبيرة جدا اللي هي منوا عليها بمتا اناليز اللي هي بتفسص كل الابحاث اللي طلعت وتطلع بكونكولوجين نهائي قالت ايه كمان ان اللبن شربه باستمرار بيعمل حاجة اسمها يعني بيحمي من الاصابة بمرض السنة بيحمي يعني انت لما تاقدو هيحميك مش هيخليك مش بس ما بيزودش من السنة او ما بيزودش من وزن الجسم جسم لا ده بيعمل بيحمي كمان يبقى خلينا نروح دلوقتي على لاب طب ووري حضراتكم الكلام ده بالتفصيل واحدة واحدة وكم من المراجع يعني ممكن اقعد بدون مبلغة من النهاردة البكرة اتصفح مع حضراتكم الابحاث ووري حضراتكم هيطلع من مجلات مرموقة شكلها عامل ازاي والاستنتاج النهائي اللي وصل لكم يلا بسرعة نروح لشاشة الكمبيوتر ونرجع تاني مع بعض ناخد حضراتكم في جولة سريعة على الابحاث زي ما اتفقنا ادي اول دراسة بتتكلم على الالبان ديري يعني الالبان والأغزية بتاعت الالباني يعني هي الالبان كلها سواء كان لبن كامل او زبادي او جبن او هكذا تتكلم على ايه علاقتها بالأوبزتي اللي هي السمنة والمتابوليك هيلسي اللي احنا نسه قلنا عليها في الفيديو الوقت للأبستراكت اهو اللي بيقول لي النتيجة في النهاية الملخص البحث بيقول لي في النتيجة النهاية لقوا ايه النتائج اللي ظهرت بتقترح او بتقول المنتجات الالبان الكاملة في الدهن لا تؤدي الى زيادة الوزن زيادة الاستهلاك منها بتزود الليم بادي اللي هو الجسم الممشوق وبتقلل من البادي فات من دهن الجسم والزبادي استهلاكه كابروبيوتكس بيقلل جدا من الوزن وكل الفرمنت الديري بتقلل من الوزن ومن علاقتها بأمراض القلب ونفس الحكاية الجبنة والزبادي واللبن بيقللوا من المخاطرة بتاعة type 2 diabetes او اللي هو مرض السكر ده حضراتكم منشور سنة كام؟ سنة 2019 دي بقى systematic review ما اتفقنا اللي هي بتعمل دراسة مرجعية يعني لمة جميع او عدد كبير عشرات الابحاث في مجال معين ودرسيتهم بتتكلم على ايه؟ علاقة ما بين association between منتجات الالبان استهلاكها ويه المخاطرة للاصابة بأمراض القلب ويه نواتج امراض القلب المختلفة اللي هي زي ايه نواتج امراض القلب المختلفة اللي هنا هنا هو في الابستراكت الحاجات اللي بدرست ايه هي؟ اللي هي السكتة الدماغية اللي هو الضغط الميتابوليك سندروم اللي نحن لسه قلعين عليه والاصابة بمرض بالسكر من النوع التاني طيب الدراسة دي بقى لقيت ايه او وجدت ايه؟ طبعا الدراسة دي معمولة في سنة 2016 وانشورة من مجلة تبع جمعية الامريكية للتغذية الجمعية الامريكية للتغذية من اكبر الجهات اللي بتتكلم على التغذية في العالم شايفين حضرتكم حجم الدراسة عد ايه؟ مسكين كل دراسة ومحلنها تحليل شامل وكامل شايفين حضرتكم عد ايه؟ تحية عشان في الاخر يطلع بالكونكلوجين بتاعه حيقول ايه في الاخر؟ حنشوف الدراسة في النهاية وسط ايه؟ طبعا لما حيب نعرف دراسة مروح لكونكلوجين على طول ادي النهاية او الكونكلوجين هاو يعني الاستنتاج النهائي من البحث ده ليه؟ يعني مفيش اي علاقة لا توجد اي ادلة ان في علاقة ما بين زيادة الاستهلاك من منتجات القلبان بما فيها اللبن واي ارتباط ما بينها وبين حدوث امراض القلب عند حضرتكم الابحاث حسابها لكم تقروا الكلام بالتفصيل طيب لاوا ايه بقى بالعكس لاوا ده ايه؟ ايدنس الادلة بترجح يعني ايه؟ يعني ارتباط بالاتجاه الايجابي ما بين زيادة الاستهلاك او تناول عدد كمية اكبر من كل منتجات الالبانج طبعا كل هذه اللبن البقري اللبن البقري شرب او الزبادي او الجبن او غيره بتعمل ايه؟ بيت علاقة ايه ايجابية ان هي بيقلل من الريسك بتاع الحاجات دي الهيبرتنشن اللي هو الضغط بيقلل من مخاطرة الاصابة بامراض الميتابوليك سندروم اللي احنا قلناها اللي هي الضغط العالي والسمنة والسكر وهكذا بتقلل من الاصابة بالسوق جميل جدا نشوف دراسة وراها انا قولي حضرتكم الكام على قد ما اقدر بسرعة طيب دي دراسة اشتغلت على انها حاجة اسمها الديتري يعني بيستخدم الاكل في ان هو يوقف الايه؟ الضغط العالي معمولة في جامعة كاليفورنيا في امريض طيب ايه بقى الاغذية اللي استخدمها عشان يحاول يقلل بيها الضغط اهي من غالبا يعني في الاغلب من اللبن الكامل والجبن والزبادي طيب كويس جدا لقوا ايه بقى لقوا ايه النتيجة النهائية لقوا ايه ان الضايت دي اللي استخدموها من غزية اللبن الكامل اللبن او من الجبن او من الزبادي قللت ضغط الدم قللت ضغط الدم مش بس كده وقللت دهون الدم وقللت حاجة اسمها VLDL دي طبعا يعني معروفة انها من العلامات السيئة في الجسم لما لقيها يبقى قادي بشوف دراسة وراها consumption of daily foods and diabetes incidents يعني قدي ايه الاستهلاك من الاغذية اللي بتاعت الالبان اللي هي طبعا اللبن والجبنة زي ما اتفقنا ليه علاقة بحدوث السكر كله من اقسام الهيومان نيوتريشن في كذا جامعة في هارفورد في جامعة في نيدورلاند وهكذا الناس دي ده تخصصهم ده شغلهم للنهار قاعد بيعمل الابحاث دول العلماء اللي بيقولوا الدنيا ماشية ازاي للعالم كله جميل جدا الدراسة دي وجدت ايه بقى اشتغلت الدراسة دي حاليا شايفين حداكم كامل 500 الف يعني فوق النص مليون من الناس العاديين و43 من الناس اللي عندهم سكر يعني استهلاك اللبن سواء كان لبن شرب او جبن او زبادي كل انواع منتجات الالبان كانت لها علاقة عكسية مع الرسك بتاع يعني بتقلل الرسك بتاع الاصابة بمراض السكر يعني ممكن نجيب لحدا كل الصبر فول فات كونسومشن بروتيكس اجينة سيفير شايلدهود او شايلد او بيزيتي اه يعني هنا بقى بتكلم حتى في الاطفال عشان بس ما حادش يقول الاطفال فول فات ملك اهو استهلاكه بيحمي بيحمي من حدوث السمنة المفرطة 2017 في واحدة من المجلات الكبيرة المشهورة اسمها بريفينتف ميديسن ريبوتس ده دراسة مسحية كبيرة جدا عن دور اللبن في انه يسبب الابيزيتي اللي هي السمنة للاطفال والمراهقين حلو جدا لا وايه بص حاجش في الدراسة دي قد ايه شايفين دراسة دي عاملة ازاي شايفين مجمعين كل البيانات اللي ده ريفيو كبير جدا عشرات عشرات الدراسات عشان في الاخر يطلعوا بالكونكلوجن اللي هو انهاي مفيش ادلة حقيقية تدوق تقول ان في اي علاقة ما بين استهلاك اللبن والويتجين او استهلاك الايه او زيادة الوزن او انه بيزود حتى الشهية ما فيش اي علاقة شايفين حضراتكو عدد الابحاية شايفين البحث ده اللي هو مرجاع ده عامل قد ايه نيوتريشن ريسيرش ريفيوز اكبر المجلات في النيوتريشن ده بقى بحث كبير جدا بتكلم على اهمية اهمية اللاكتوز اللي هو ايه اللاكتوز حضراتكو اللي هو سكر اللبن وده يعني الناس اجتمعوا عشان ياخدوا قرار نهائي لعلماء شايفين حضراتكو علماء قد ايه انا معلم لوك اهو من كذا حتة في اوروبا وامريكا وهكذا اجتمعوا عشان ياخدوا قرار نهائي دي منشورة امتى دي نوفمبر 2019 بص بقى قالك ايه على اللاكتوز يعني ايه يعني ما بيديش نوع من انواع الاستجابة العصبية زي السكر بتاعنا كده اللي ما بتاخده بينبه بعض الحاجات اللي في المقر بتخليك تبقى مبسوط من ان انت خد مستمتع بانتخدت عمزوك ده مش موجود في اللاكتوز وعشان كده ما بيسببش اي نوع من انواع الادمان زي السكر قالك ايه قالك حاجة مهمة جدا كده هو الالبان يعني اللي هي الاغلب اغلب توس بيبقى عادة جاي من الالبان بيقلي بيخلي ان انت لو مش خدش متجتعة اللاكتوز اللي هي الالبان هتقلل لك جدا من النيوترانس المهمة اللي هي المغزيات المهمة جدا اللي منها الكالسام وفيتامين بي تولف وهكذا وبيقدي الى زيادة بتاخد كميات من الكربوهيدرات المضرة لو ما خدش اللاكتوز يبقى دي الدراسة بتتكلم على في 2019 ان احنا لازم نشرب اللاكتوز لانه مهم جدا وهتكلم عليها لما يجي نتكلم على حساسية اللاكتوز بالتفصيل طيب في ايه كمان يعني انا اخد الدراسة دي كمان لو ايه اني لما بني اشان كن قلنا لحضراتكو انه اللاكتوز بيستخدم اللبن الكامل افضل من اللبن الفرس الاصابة الكونكولوجيا نهائه تهلاك اللبن الكامل بيقلل جدا من الاصابة بيقلل جدا من الاصابة بيقسمنا في الاطفال عن اللبن الايه خالي الدسم بس برضو خالي الدسم ما بيزودش لكن ده احسن في انه بيحمي من الايه من السم عنا نشوف حاجة كمان سريعة كده دي هارفرد بتقول ايه هارفرد مأزلة تقرير بتقول فيه ايه كلية الطب في هارفرد بتقول ايه تقلل مخاطرة الاصابة بالسن سؤال مهم جدا هل يترى التوصيات الغذائية اللي صدرة من وزارة الصحة بتاعت امريكا بتقول ايه الناس اللي عندهم السكر يشربوا لبن ولا لا ادي حضراتكو وهي وزارة الصحة وده المعهد المخصوص اللي بتكلم على الامراض السكر ودي الديابيتس دايب بتقول ايه هي الديابيتس اللي ياكلوا الناس اللي عندهم السكر ادي اول سؤال اه هو بيقول ايه what foods can i eat if i have diabetes ايه الاغذائي اللي ممكن نقولها لما يكون عندي سكر نشوف الاغذائي قالوا ايه الفيجيتابولز الخضروات الفروت والحبوب الكاملة والبروتين من المصادر دي والديري الوحده اللي هو الالبان قالوا ايه تاخد ملك او لكتوز فري ملك اذا كان عندك حسسية لكتوز طبعا زبادي طبعا تشيز وهكذا شوفنا قد ايه كم الابحاث وقد ايه الابحاث دي طالعة من مجلات علمية متخصصة جدا والناس اللي اشتغلوها او الاثرز او الباحثين اللي عملوها ناس ده تخصصهم ده شغلهم مش مجرد واحد ارى بحث او واحد الكلام لا ده ليه النهار عايش فيه الموضوع ده وبيشتغل عليه وبيطلع بالابحاث دي بعد تعب رهيب طيب هل معنى الكلام ده انه مفيش ابحاث قالت العكس طيب فيه ابحاث قالت العكس لكنهم دراستين او ثلاثة بالكتير قالت ايه قالت ان اللبن قد يكون ويقدي الى السمنة بس عايز اعرف حضرتكو حاجة فيه نوعين من الدراسات دراسة بنسميها دراسة بالملاحظة او بنسميها Observation Studies ودراسة بتتمي بان انا بعمل تجربة حقيقية Observation Studies دي بتعملش ايه تجارب يعني ايه بتعملش ايه تجارب مجرد فقط هبقى ان شاء الله اعمل فيديو واشرح انواع الدراسات حكتوا قداروا تعرفوا تفرقوا ازاي بين المعلومات الصح والمعلومات اللي ما قداش احكم بيها Observation Studies دي او الدراسة المبنية على الملاحظة دي بتعمل ايه بتجمع ناس وتقولهم قلولي كده في السنين اللي فاته دي شربتوا قد ايه لبن كم واحد قلولي كده شربتوا قد ايه شربتوا قد ايه وتشوف كده وتلاقي الناس دي وزنها ذات فتقولك احنا بنشك ان فعله قبابين شرب اللبن وبكمية كبيرة وزيادة الوزن طب هما عملوا ايه تجروب انهائي هما مجرد لحظه ولذلك دايما الدراسات دي بتنتهي بايه بتقولك احنا محتاجين بقى دراسات حقيقية تجارب حقيقية تقول لنا هل الملحوظة دي بتاعت ان ممكن يكون فيه علاقة ما بين اللبن وزيادة الوزن حقيقية ولا لازم تجارب عشان تحكم الدراسات اللي موجودة اللي اتنين او التلاتة بكتير بيكرموا اللبن قد يكون يزوي هي دراسات يعني ايه يعني كانت الدراسات بتقول احنا ملاحظين ان ممكن يكون فيه علاقة ما بين ان اللبن بيزود الوزن لكن ما احناش عارفين ومحتاجين التجارب طبعا التجارب اتعاملت بيه زم احنا شفنا كده وفي السنين الاخيرة زم وقتكو الابحاث كده في 2018 و2017 و2019 يعني كلها حديثة طيب الناس بقى اللي بتعمل لو كارب دايت او بتعمل كيتو دايت ينفع تشرب لبن اكيد انتم عارفتوا الاجابة طبعا اللبن بيساعد في الناس الواحد يفقد وزن او بيخس يعني وبيحميه من الابيزيتي عايز يبقى عندك حماية من الابيزيتي اشرب طبعا بتقدر تشرب لبن بس ما تحاولش تزود كتير لان اللبن على بعضه بقى فيه سعرات يعني اللبن فيه بروتين فيه دهن فيه لاكتوز هو صحيح ما بيعليش الانسولين لكن في الاخر فيه شوية سعرات يعني هيزود زي اي اكلة تاخد لو اخدت منه كميات كبيرة فعشان جاي تقدر تشرب كوباية لبن في اليوم بدون اي مشكلة كوباية لبن مثلا ميت ميلي فيش اي مشكلة خلص الناس اللي عاملة الكيتو دايت مش حخرجت من الكيتوزيز لان كمية الكربوهيدريت اللي هي البروتين اللي هي اسف اللي موجودة فيه الميت ميلي زي ما قلنا حدود اربعة ونص كرب فانت اقصى حاجة تقدر تعملها ايه لو انت يعني مش على عشرين جرام في الكيتو اه كربوهيدريت تقدر تخص من اربعة ونص دول من عدد الجرامات بتاعت الكرب بتاعت انت تاخدها في اليوم وخلاص يبقى تقدر طبعا تشرب لبن يبقى انا ان شاء الله مش عايزين بعد كده حد يقول ان اللبن بيزود الوزن بعد ما شفنا كل الادلة دي بعد كده مش عايز يقتنع يبقى عمره ما يقتنع خلاص لكن ما ينفعش ابدا اخد كلام واحد مجرد ارى بحث وبيدور على البحث الشاز في وسط الابحاث ما اتفق عليه علماء كلهم ويروح اي للبحث ده ويقول لك ايوة بص هو كده هو شايف يزود ازاي وهو عتشرب اللبن عشان ده سم قطر يبقى مش عايزين نهائي تاني ان احنا ننجرف فراء حد بيتكلم وهواش عالم فيه فرق كبير جدا من العالم لما يقول كلمة وده مش عالم واحد زي ما شفنا كده كل بحث عليه عدد كبير من العلماء ده مهم جدا جدا ان احنا يعرفين بناخد المعلومة من مين مهما كان الشخص اللي بيتكلم ده عمره ما هيوصل انه وقف وعمل التجربة دي بنفسه وحللها واتفق عليه في جماعات العالم زي ما احنا شفنا يبقى ارجوك وانشروا المعلومات دي ضروري جدا 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 زي ما الكلام الغلط انتشر اصبح على حضراتكو امانة لانتو تنشروا الكلام الصحيح والموثق بالادلة كل الابحاث دي هسيب حضراتكو بتاعتها تحت في التعليقات ولينكات حقيقية مزي ما بعض الناس بتقولك هحط لينكات وتليها بتفتح على سيطات ملاقاش علاقة خالص بالموضوعات وان شاء الله ارجو من حضراتكو تتابعوني في الفيديوهات القادمة اللي هنتكلم فيها على باقي علاقة اللبن بباقي الامراض ولو في اي حاجة ليها علاقة بمرضة هتلاقيني بقولكو على ط احنا بنتكلم هنا مع بعض فكر مستنير بالعلم حقيقي مش مجرد فرقعة وشو لان الواحد اللي عايز يمع الفرقعة وشو سهلة جدا جدا اشكركم جدا واشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله ومع السلامة شكرا